اليوم هعمل معاكم صنية كفتة على الطريقة التركية هتغيروا مفهومكم تماما عن الأكل البيتي مش لازم نخرج من البيت ونروح مطعم تركي علشان ناكل الأكل الفضيعة دي اللي بتكون غالية جدا وكمان هعمل معاها برغل صحي سهل ولذيذ وقمتوا الغذائية عالية جدا وطعموا بجد تحفة جدا استبدلوا الرز المرادي وجربوا البرغل على الطريقة التركية تعالوا نعملها مع بعض بطريقة بسيطة وغير مكلفة لايك إذا أعجبكم الفيديو واستفدتوا منه سموا الله وصلوا على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو أول شي أنا ببدأ باللحمة عندي كيلو لربع لحمة بحط ملح وفلفل أسود وبحط بابريكة مدخنة مش بحط أكتر من كده وبحط زي ما انتو شايفين كده اللية لازم معاها وبصلة كبيرة مبشورة مبشورة بميتها عادي خالص واللية دي شيء أساسي علشان يديها كده دسامة لإن اللحمة اللي عندي مش دسمة يعني وأعجنها بقى كويس جدا عايزها تكون متماسكة معايا وكل ما بتعجنوا فيها كل ما بتديكم نتيجة أحسن شايفين أنا بعمل الكلام ده من بالليل بسيبه لتاني يوم الصبح كده بعد ما سبتها في الصبح علشان ترتاح وكمان ايه تديكم نتيجة حلوة أنا حطيت معاها معلقة صغيرة من البيكنج بوضر علشان تدينيها شاشة بمسك بقى عجنة قد كورة كده صغنونة وبعملها زي ما انتو شايفين أنا عندي المبرد ده ممكن اي معلقة ممكن تعملوا علاقتها علشان تديكم فراغ من جوة والكفتة تطلع ايه مش مكتومة وكل ما بتسيبوها أكتر في التلاجة بتتماسك ومش بتنزل أبدا من على السيخ اللي أنا عملة عليها شايفين بالشكل ده ممكن تعملوها كبيرة أو صغيرة أنا عملت الكمية وتاني حاجة بقى أنا هعملها الخضروات صنية الكفتة التركية بيعملوا معاها خضروات زي ما انتو شايفين فلفل ألوان وطماطم وبصل وبتنجان وكمان راس توم الراس التوم أنا بحط عليها بس زيت زتون وكمان الخضروات دي بحط عليها زيت زتون وادخلها بقى الفرن علشان هي اللي هتكون معايا القاعدة تتشوي بقى وتطلع معايا كده بعد ما تشوت يعني بالضفط بالضفط أخذت نص ساعة سبتها بس تبرد شوية غطتها علشان القشرة دي بتاعت الفلفل تطلع معاكم بكل سهولة تسيبوها بس ترتاح شوية شايفين الفلفل الألوان بيطلع معايا بكل سهولة البتنجان كمان تشوى ممكن كمان تشوع البتجاز مفيش أي مشكلة شايفين راس التوم احنا حفظناها بالشكل ده في ورقة الفويل وكمان في ورقة الزبدة علشان ما تتحرقش معاكم بجيب الطاجن بقى اللي هيدخل الفرن وأحط فيه الفلفل الألوان والتوم والبصل والطماطم وكمان البتنجان كله ده حطيته مع بعضي أعمل بي لإما أهرسه بقى في الكبة أو أهرسه بهالرسط البطاطس زي ما انتو شايفين أنا حطيته في الآلب ودهنته كمان معلقتين من زيت الزيتون وأنزل عليه بطريقة سهلة خالص أنا قلت بلاش الكبة ولا شيء طيب الخضروات دي أنا مش حط معاها لا ملح ولا توابل هحط ملح وهحط برضو فلفل أسود مش عايزين نكتر بهارات عشان تطلع لذيزة كده وكمان معلقتين من زيت الزيتون بيديها طعم كده لذيز المطبخ التوركي ده بيكون خفيف ولذيز ودايما بيستخدمه زيت الزيتون أنا سويت الخضروات كده الكفتة كمان اللي صبعتها معاكم بحطها بقى فوق الخضروات المشوية بالشكل ده كده رسوها بأي طريقة انتو بتحبوها بس هي أصل الصميت الكفتة دي بيعملوها بالطريقة دي وفي الوسط كمان بحط الكورة دي اللي أنا عملتها علشان كمان الشكل كده بقى ويلا بينا هنعمل ايه بقى هندخلها الفرن الفرن يكون على درجة حرارة 200 أو 180 نسيبها من تحت بس بتاخد نص ساعة أو ساعة لربع على حسب ما الكفتة تستوي طيب بعجن بقى عجينة على بل ما الكفتة تستوي أنا حط العجينة دي كوبايتين من الدقيق معاهم معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقتين حليب بودرة وبعجنهم بقى وشوية كمان زيت معلقتين زيت وأعجنهم بمية دافية وأسيب العجينة بتاعتي ايه تختمر نص ساعة على بل الكفتة ما تستوي الكفتة استوت وأخدت لون حلو بالشكل اللي انتو شايفينه ده بفرد بقى العجينة وأنزل عليها بالشكل ده أصل الصينية دي بيعملوها بالشكل ده في المطاعم بيقدموها كده وبجد طريقة تقديمها بيكون حلو حتى لو انتو عزمين حد بتكون شكلها شيك جدا وبتحتفز كمان بالسخونة بتاعتها أنا بعمل العجينة دي بقى ايه بحط لها شوية صفار بيت مع الحليب ممكن حبت باركة سمسم واندخلها الفرن نص ساعة كده لحد العجينة لما تستوي معايا نستوديحها لا وتعالى وريكم بقى طريقة البرغل الصحية أنا جايبة برغل أصمر زي ما انتو شايفين كده نص كيلو بعملو ايه بحطه في المية أخسله كويس جدا وأسيبه في المية قد عشر دقايق بس ممكن تخسله كمان وما تسيبهوش فحلا بقى بحط شوية زبدة وشوية زيت زتون أو ممكن سمنة بلدي بتديله طعم خطير بجد بصلاية مبشورة عندي كمان فلفل مبشور ألوان ممكن تحطه كمان من الفلفل اللي احنا شويناه بيديله طعم بجد خرافة وقلبهم شوية مع بعض كده البصلة علشان تدبل تديني ريحة حلوة وأنزل بقى بالفلفل الألوان شوية بشوية كده لحد لما ياخدوا على بعض وتديني نكهة حلوة بحط شوية ملح شوية فلفل شوية بابريكة برضو مدخنة بتديها طعم وريحة يعني ما أقول لكمش نقلبها كويس جدا وأنزل بالبرغل اللي أنا صفيته بس ما نقعتوش اللي عشر دقايق ممكن تخسله وعلى طول عليه بحط كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ممكن تحطوها مع البصل والفلفل الألوان بس أنا حطيتها في الآخر أقلبه كويس جدا علشان البرغل بقى إيه يطلع مفلفل معايا ده سر البرغل وأزدله بقى الميا أو ممكن لو عندكم مرأة يعني تكون مغطيها بس وأسيبه يغلي شوية وزي ما بعمل الرز أسيبه على نار هادية جدا لحد لما يستوي معايا سبتوا كده قد نص ساعة قطيت عليه كويس جدا شايفين بقى البرغل مفلفل إزاي كل حبايا لوحديها وبجد طعمه يعني خطير حاجة صحية ولذيذة بدل الرز وصنية الكفتة طلعت معايا من الفرن بالشكل ده نقول بسم الله ونفتحها هي بتحتفظ بالحرارة طبعا عشان العجينة كلها مكتومة جواها بالشكل ده شايفين شكلها ويا سلام على الجمال والحلاوة والبخار اللي طالع منها بجد الصنية دي تحفة جدا حتى لو عندكم ضيوف ممكن تعملوها ونقدم بقى ونقول بسم الله باخد بقى من الكفتة وباخد كمان من الخضروات المشوية اللي انا عاملها الخضروات المشوية دي رهيبة جدا حتى لو قدمناها كمقبلات تبقى لذيذة ويا سلام على البرغل بقى البرغل بجد طعمه رهيب بجد شايفين كل حبايا لوحديها ومفلفل وطعمه بجد لذيذ من الفلفل الالوان الكفتة معايا كمان مناسبة جدا جدا اتمنى يا رب ان انتو تعجبكم الكفتة على الطريقة التركية والبرغل الصحي بقى الفهنة وشفل اللي هيجربوا ادعموني بلايك اذا عجبتكم وصفتي واستفدتم من الفيديو بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته